أصعد الله أوقاتكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين أكد رئيس كتلة المحور النيابية الدكتور أحمد عبدالله عبد أن موضوع النازحين سينتهي عاجلا أم آجلا من خلال ما نبذله من جهود للضغط على أصحاب القرار لحسمه مشيرا إلى أنه لو تم تعامل بجدية مع موضوع الجثث في بابل بمهنية ومواطنة رفعنا عن كاهل ذويهم الكثير من المآسي وأضاف الدكتور أحمد عبدالله عبد أنه لا يزال لدينا مشكلة في مصير الأعداد الكبيرة من الأبرياء الذين فقدوا نهارا جهارا في السيطرات وحدود المحافظات التي تصدت برجولا للأرهابيين الدواعش معتبرا أن الكشف عن إعداد المفقودين والمغيبين في صلاح الدين وغيرها من المحافظات يعد واجبا وطنيا ومسؤولية أخلاقية لن نتهاون في حسمها ترجمة نانسي قنقر